اشتركوا في القناة 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 كمسؤول على الهاتف الخاص بك بشكل عادي. ثم بزلك مع لك ان تقوم بالضغط هنا هكذا على هذا المكان. ثم بزلك مع لك ان تتوجه الى الملف الخاص بالفلاش. تضغط عليه بشكل عادي جدا هكذا. تقوم بالولوج الى الملفات الخاصة به. ثم تضغط على هذا الملف الذي يبدأ بحرف عام كبيرة. تضغط عليه هكذا. يتم ادراج الملف الى اداة الفلاش. ثم بزلك مع لك ان تقوم في هذه المرحلة بتوصيل الهاتف مع الحاسوب باستخدام كابل اليو اس بي. نقوم الان بتوصيل الهاتف مع الحاسوب. عفوا تقوم بالضغط في اول مرة تقوم بالضغط على داولاود. تضغط عليه هكذا. ثم بعد زلك اقوم بتوصيل الهاتف واضغط على زر الباور وزر اه الصوت السفلي. نقوم بالطريقة. هكذا اقوم بتوصيل الهاتف. ثم اضغط على زر الصوت. يتم الان بداية تفليش الهاتف بنجاح. كما ترى هنا هذا او هذا الصيني ليتم اه الامتلاء بنسبة مئوية. هنا يعني ان الفلاش الخاص بالهاتف في تقدم. معلنا الانتظار قليلا الى غاية انتهاء اعمالية تمرير اه الفلاش الى الهاتف الخاص بنا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. انتهت عملية تمرير الفلاش بنجاح الى الهاتف الخاص بنا. فقط يجب عليك ان تقوم بتحميل او عفوا ان تقوم بت يعني تحريك الهاتف او القابل اثناء تمرير الفلاش. و سوف تتم معك طريقة ان شاء الله بنجاح. بالنسبة اذا واجهتك بعض المشاكل اثناء تمرير الفلاش يعني بعض المشاكل سواء مثلا تتبيت الدرايفر الخاص بالهاتف. وبعض المشاكل اخرى التي سوف تواجهك. يمكنك ان تشاهد الشرح الاول الخاص بي لطريقة تفليش جميع. هواتف كوندور. ان شاء الله سوف تجد رابطه اسفل هذا الفيديو. إلى هنا إخواني الكرام أكون قد وصلت إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى من صميم القلب أنه قد نال يعجبكم لايك للفيديو ومشاركة تستفيد الجميع وإذا كانت هذه أول مشاهدة لقناة الموهسنات ترجع ضع تلازل الاشتراك والانضمام إلى أزداد من 5000 متابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة